أحد المؤمنين اللي أعرفه رجلا طيبا بمقدار تشخيصي كان يقول لك كلام آخر متقدم على مرحلة العقاب والعتاب كان يقول هذا الكلام وهو يبكي كان يقول أنا متيقن بأن الله سبحانه وتعالى بالنتيجة يعفو عني ولكن شيء واحد أنا لم أجد له علاجة كان يسأل لي عندك علاج لهذا الشيء أو ما عندك قلت له وما هو لذلك الشيء قال الخجل أمام الله سبحانه وتعالى حتى الله إذا ما يعاقب حتى إذا الله ما يعاتب حتى إذا كلمة لماذا ما يقول ولكن واحد يواجه الحقيقة هذه القضية أن قلها لكم الوالد رحمه الله ولكن الله كان ينقل هذه القضية ما أذكر خصوصياته قال جاء رجل وجيه إلى بلد وكان عنده دار فتحها للضيوف هذه القضية يمكن قبل ثمانين عام مئة عام مو قضية ما لألآن كان رجل كريم عنده مظيف فتح مظيفه للضيوف كانوا يجون عنده يتغدون عنده يتعشون عنده في يوم من الأيام هذا الرجل الوجيه طلع لمكان ما أذكر المكان حتى لا يعرف ذلك البلد لمكان لعمل راح وإجيه بعد ما إجيه عندما راح هؤلاء الموجودون أخذوا يتكلمون ضده هذا العمل المتعارف عند البعض يقعدون فاكهة المحافل اغتياب الآخرين أربع قاعدين في مكان واحد منهم يطلع الثلاث الباقين يبدأون بغيبته والتكلم عليه فأخذوا يتكلمون ضده بكلمات غير ملائمة هذا منعم عليكم أنتوا في ضيافته أنتوا في بيته شلون تتكلمون ضده وبعد فترة الرجل الوجيه عاد إلى بيته عندما عاد إلى بيته قال لهم اخترعت وسيلة جديدة هاي الوسيلة السجل الأصوات ما كان موجود في ذاك الوقت وأنا عندما طلعت فتحت هذه المسجلة وسجلت أصواتكم الآن أنا أفتح اسمعوا ماذا قلتم بطيبة نية فعل هذا العمل مولي غرض معين ففتح المسجلة وإذا بهؤلاء الحاضرين ينهشون اللحمة بالغيبة والتهمة والضحك علي والسخرية بعض الحاضرين كانوا يقولون عندما سمعنا أصواتنا في المسجلة تمنينا لو كانت الأرض تنشق بنا اشلون ننظر إلى وجه هذا الرجل حتى إذا ماكو عتاب وحتى إذا ماكو عقاب ولكن الخجل من الله سبحانه وتعالى كان هذا الرجل المؤمن الطيب التقي حسب تشخيصي كان يقول هذا شنو علاجه قلت له هذا الشيء أي علاج ما بي الله تعالى يقوله في القرآن وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يعني ما يتمكن مثل أنت تشوف واحد ما تتمكن تنظر في وجهه هذا الشكل يدنجون عند الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون وماذا يجيبون الله سبحانه وتعالى هذا مو فقط الطالحون نحن نظن فقط الطالحون المذنبون حتى بعض الصالحين خجل من الله سبحانه وتعالى أن تقول في آية أخرى الله تعالى يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله تفريق بغض النظر عن الذنوب أحد المؤمنين فكر أنا إذا الآن موت كيف ألاقي الله وكيف أواجه الله وبكم ذنب أواجه الله سبحانه وتعالى قال أنا أقدر يوميا مرتكب ذنب واحد ظلم ذنب إخافة المؤمن ربما تكون ذنبا إذا ذنب غيبة ذنب سخرية ذنب سوء الخلق مع الأهل والعيال في بعض مراتبه ذنب الذنوب بين أيدينا وأرجلنا ذنب مو يعني فقط واحد يشرب خامر فكر كم ذنب أنا مرتكب قال إذا أنا يوميا مرتكب ذنب واحد حسب عمره قال الآن إذا أموت أنا ألاقي الله سبحانه وتعالى بمثلا ثلاثة وعشرين ألف ذنب إحنا إذا فعلنا ذنب واحد تجاه واحد من إخواننا بعد من نتمكن نباوا واحد يواجه الله تعالى بثلاثين ألف ذنب كيف يواجه الله حتى إذا الله كل شي لا يقول حتى إذا واحد ما مرتكب ذنب التفريط في جنب الله فرضنا واحد من أول حياته إلى آخر حياته لم يرتكب ولا ذنبا واحد التفريط في جنب الله هذه القدرات الضخمة اللي الله أعطاها لنا تدرون الله شلون قدرات ضخمة معطينا حاكم بلد الآن أجيب لكم هذا المثال لاحظوا حاكم بلد يحكم ثلاثين مليون خمسة وعشرين مليون دمر شعبه في العراق رأينا حاكم حاكم على خمسة وعشرين مليون دمر شعبه حطم اقتصاد البلد حطم البنى التحتية حطم البنى الفوقية أدخل جنوده في حروب خاسرة على خمسة وعشرين مليون تدرون أنتوا حاكمين على كم مليون هذه الإمبراطورية العظيمة اللي الله معطيها لكل واحد واحد مننا تدرون كل واحد مننا حاكم على أية إمبراطورية لا تضاهيها أكبر إمبراطورية في الدنيا شنو سويت بهذه الإمبراطورية التي تحكمها وين راجعوا كتاب الموسوع العربي العالمي في مادة الخلية كل واحد مننا نحن البشر عنده الله تعالى ملكه سلطه على كم خلية أنتوا حاكمين على كم خلية في بدنكم أنتوا حاكمين كما تقول الموسوع العربي العالمي وفق إحصاءات العلماء على أكثر من عشرة آلاف مليار خلية هذا بدنكم أكثر من عشرة آلاف مليار خلية الله مطيكم ماذا فعلت؟ إذا واحد من أهل الجهنم والعياذ بالله من أهل العذاب هذا الجيش هذا الجند ألقاهم في النار كلهم بسا الروح نجهلها نجهل أبعادها نجهل عوالمها هذا البدن الكون كل الله سبحانه وتعالى يظهر من الآيات القرآنية هكذا لعله يظهر أن الكون كل خلق لأجل الإنسان كل هذا الكون المذهل تدرون إحنا في كل يوم كم ثانية عدنا؟ كم ثانية عدنا في كل يوم؟ واحد يجي يخلي في رصيدكم البنقي ستة وثمانين ألف دينار يقول أنا كل يوم أخلي في رصيدكم ستة وثمانين ألف دينار أي مقدار منه تحبون سحبوا ولكن إذا لليل ما سحبتوا أنا هذا المبلغ أخذه بعد لا أعيده لكم العقل أن تسحب كل هذا المبلغ فإذا واحد يجي سحب ألف دينار بعدين راح في اليوم الثاني إلى البنق قالوا سحبة البقية ما يتندى؟ الله تعالى في كل يوم مطينة ستة وثمانين ألف ثانية وأربعمائة ثانية كم ثانية من هذه الثواني نستغلها في كل يوم؟ اجمعوا أيام عمرنا إلى آخر عمرنا كم ثانية الله مطينة؟ يجي واحد يوم القيامة مستغل كل يوم ستة وثمانين ألف وأربعمائة ثانية كل يوم؟ وإحنا نجي مستغلين من كل يوم ألف ثانية مثلا ولذلك واحد عندما يشوف النتيجة الإجمالية لحياته هذا الندم الذي يدركه والخجل الذي يدركه هذا لا يمكن أن يتصور ترجمة نانسي قنقر